ورجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بننامج ولا تعسروا الصفحة اللي دايما بتبع جسم النور بتخلينا مع بعض دايما ونفضل ماشيين مع مولانا سبحانه وتعالى ونفضل على طول سيرين في نور مجالس العلم ووصلنا لللبنة الثانية من اللبنات اللي بتشد وبتبني وبتبقى عمود أساسي من أعمدة الأسرة وهي التي جاءت في قولي تعالى هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع كلنا نفس واحدة من كتر حبنا بنبقى كالجسد الواحد من كتر تماسكنا إحنا جسد واحد فعشان كده الحب يا سادة شيء مهم جدا جدا وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا البر بالأباء والأمهات وشوفوا الصحابي حتى وهو لما أسلم وراح لحضرة النبي وسب أبوه أمه بيبكوا حضرة النبي قال له اذهب فأضحكوما كما أبكيتهما يعني إيه اللي حاصل بنوصل لحد أن حضرة النبي يقول له أن الحب في الأسرة ما ينفعش يفتت وأن الحب في الأسرة أنا بحب الحديث ده ليه لأنه بيفهمني أن الحب في الأسرة جزء من الإيمان وهو دوة اللي بيخلينا نقدر نفهم ده وعشان كده لازم نعرف أن الأهل والأم خصوصا ما لمشي علاقة بحلها إيه ولا قدمت لأولادها إيه فعن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 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 وآ مش هو يا سادة تلبية احتياجات ولا إن إنسان يوصل إن هو يلب مطالب أولاده لكن الحب في الحقيقة حاجة مهمة قوي إن احنا كلنا كلنا الأبناء والأباء الأمهات والبنات كلنا نوصل إن الحب إيه يا سيدي الحب هو الأمان كل واحد فينا يبقى أمان التاني الحب هو الاهتمام كل واحد فينا يهتم بالتاني الحب هو الاحترام كل واحد فينا يهتم بالتاني التأدير كل واحد فينا يقدر التاني لما الحب يبقى كده مش هو فقط كل واحد فينا عايز من التاني إن هو يلب احتياجاته ويلب مطالبه لما الحب بيننا يكون بالربعية دي إن كل واحد فينا بيأمن التاني كل واحد فينا بيهتم بالتاني كل واحد فينا بيحترم التاني كل واحد فينا بيقدر التاني ساعتها الحب هيبقى بينور البيت بيخلي البيت كأنه موصول بالسماء بيخلي البيت نعمة بيخلي الأسرة أسرة مفتوح سقف بيتها على السماء ومنورة بنور ربنا طب نعمل إيه بقى عشان نوصل لده هنقول لإجراءات بسيطة كده نقدر نقولها عشان نقدر نوصل ده كل يوم يقعدوا مع بعض كأسرة أحد اتكلموا عن المستقبل والساعات وياريت بقى الإجراءات التانية يبقى عندنا مجلس أسبوعي كده نقرأ فيه شيء من سيرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم واللي بيتعلق بمعاملة حضرته لأسرته زوجته وأبنائه هو ده شيء مهم جدا 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 ويبقى نتكلم عنه بصدر مفتوح وبكلام مليان صدق ومليان محبة كمان جمعوا أولادكم وزوروا أهلكم مع بعض عشان يتعلموا قيمة البر والمحبة وآخر حاجة لازم نعملها يا سادة لازم لما حد فينا يكون محتاج التاني عشان هو موجوع لازم يروحوا يسمعوا الحب معناه أن أنت تقدي لحبيبك وقته لما يكون محتاجك لما نعمل الإجراءات دي ونعيش في الإجراءات دي وكل واحد فينا يقدر متعب التاني ولما يكون حد من تعبان يروح يقوله أنا ممتن لوجودك في حياتي ولما يقوله أن أنا ممتني لوجودك في حياتي كل التعب ده تغيروح ولما يقوله أن أنا فخور بيك أن أنت ابني ولما يقوله أن أنا فخور بيك أن أنت أبويا كل ما تعب بتروح الست إجراءات اللي احنا قلناهم دولا في أهم ما يكون عشان الحب يرجع تاني للبيوت وتعالوا ناخد أسئلتكم المباركة ونبدأ بمين ونبدأ بسيدة ممحمود تتفضل سيدة ممحمود سيدة ممحمود تتفضل تحاول تكلمنا تاني لو سمحت تفضل يا فن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحضريك طيبة وبصحة وبسلام تفضلي تقول لي سيدة طيبة حاجة محمود هل هتعب حضرتك لو قلتك وط التلفزيون واسمعيني من التلفون وطت وبعدت عنه قار طيب لا مش عايزك تبعد عنه تفضلي يا حاجة محمود ربنا عايزك تفضلي تفضلي للاستاذة اللي بردس علي الله يبه الخطر ما سمعتش طيب ربنا يبهر بخطر جمال يا حاجة محمود تفضلي أنا سمعك يا حاجة محمود اسأليني سؤال حضرتك تفضلي أنا عندي أربع أولاد ومش عايزك تعمل اللي حضرتك بتقول لي عليه دي طيب أولادك تورك بقى أولادهم تحبان خالص وخلقه ديء خالص ومستبر على حدة المرض اللي معاه أعمل إيه طيب هو مريض لزوج حضرتك أه وهو خلقه ديء أه والأولاد سنهم قد إيه يا حاجة محمود 26 و25 و20 و30 أقول لك تعملي إيه طيب أقول لك يا حاجة محمود تعملي إيه طيب هم سمعيني ها أنا ببس هنا طيب خليون بقى يسمعوني خليون يسمعوني بصوا يا جماعة بقى عشان مسألة كده شوف شوف القلوب الطيبة إيه اللي حاصل شايلة لهم هم رجالة إحنا دلوقتي أقل لحد 15 أو 17 أو 18 والأولاد كلهم بقوا مرجالة يعني يفتحوا بيوت والبنات كمان يفتحوا بيوت دلوقتي إحنا محتاجين الوقت ده إنتي مش محتاجة تقول لهم تقولي الأبوه من هو يصبر عليهم هم محتاجين هم ما يحنوا على أبوهم الطريقة أفضل طريقة أفضل طريقة عشان أبوهم يبطل يتعصب إنهم ما يحسسهوش إنه هو بقى تقيل في ناس لما بيمرضوا بيبقى بالنسبة لهم المرض ده أكبر خطر بيواجهوه في حياتهم ليه؟ لأنه هو بيحس إنه هو هيفقد أهميته في البيت وهيفقد مكانته في البيت وهيبقى شيء تييل فالحل الوحيد هو إنه إحنا نحسسه إنه إحنا بنحبه وإنه هو بالشيء تييل وإنه هو في نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا ونسمعه ونتحور معاه ونتكلم معاه من غير ما نقوله إنت خنقتنا ده اللي إحنا محتاجينه إحنا مش محتاجين إن الأب هو وهو في حالة دي الحالة المرضية اللي إحنا مش عارفين صعوبة المرض وصلت لغاية فين عليه إن إحنا نيجي نقوله وإنت كمان لازم خلقك ما يبقاش دايق هو عارف إنه هو يجب إنه هو ما يبقاش خلقه دايق بس هو مش قادر فتعالوا نعيش بالحب في البيت ده وتعاونوا على البر واتقوا نساعدوا على نفسه الأمره بالسوء إنه هو يهدى وهو سمعني طب هو إيه اللي يحصل هو لو سمعني لما يجي يتعصب قبل ما يتعصب يقول الله عشر مرات خلاص وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يسر الأمور والحال تبقى زي الفل إن شاء الله السيدة محمد تتفضل من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضلي يا فندي لو سمحت أسألك سؤال بس تفضلي دلوقتي أنا بنتي معها سبع أيال وجزء تعبان عنده الغدروف يعني ونايم وتعبان وقال لي وقال لي أنا ماما عايزة أعمل معاش وكده ورحت عاملت معاش وإيه وقبضت نص المعاش بتاعي أنا هعمل إيه أبضت نص المعاش بتاعك ليه ما هو دخلوها في المعاش إن هي آية يعني هي آية المتطلقة يعني آه يعني هي يعني هي للأسف يعني زورت إن هي دلوقتي عمل عملت راحت الشيخ مأزون وهو جزء تعبان وراحت المأزون عملها وراء الطلق يعني اللي هو بالسنة ده وإيه وراحت عاملت المحاش بإيه 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 اللي بقوله بالسنة يعني إيه بالسنة ده مش عارفة والله هو اللي مأزون قال لها كده ده مأزون إزاي يعني طيب يا حجة حجة محمد لو سمعت رجعي تاني عشان نشوف عشان نشوف النصب والألعاب اللي بتحصل دي بص يا ستي أنا هقولك اللي أنا فاهمه واللي بيجينا كتير واللي إحنا حفظينه بيحصل ناس كتيرة بتعمل إيه هي عايزة تاخد المعاش تاخد معاش أبوها فعشان تاخد معاش أبوها تعمل إيه تروح يطلقها على الورق الإيه عاي يطلقها اسمها يطلقها على الورق لا هو طلقها هو كده طلقها إذا راح عند المأزون ومضى على أسمة الطلاق وتلفز بالطلاق يبقى طلقها يبقى طلقها لو إنه راح للمأزون وتلفز بالطلاق لأن المأزون لازم يتلفز بالطلاق لازم عند المأزون لازم يتلفز بالطلاق ومضى على الورق يبقى خلاص يبقى وسق الطلاق يبقى طلقها كونك بقى بتقولي إن هي دلوقتي عايشة معاه على إن هم بس ده طلق سوري مش طلق حقيقي ده كلام عبث طب والحل هو إيه يا سيد محمد اللي اتنين اللي اتنين يجوا على دار الإفت لازم نتحقق منه وعشان كده بقول لحضرتك أنا ما قلتلكيش إن في الحالة دي هم مطلقوا ولما مطلقوش ده لازم نشوفه ونشوف إيه اللي حصل ونشوف الأوراق ونشوف الأسيمة الكتب فيها إيه عشان نقدر نقول هم دلوقتي متجاوزين ولا مش متطلقين لكن اللي أنا قلته بقوله عشان الناس اللي هم للأسف بيتحيلوا ويحاولوا يأكلوا المال الحرام إن هم يتطلقوا ويعيشوا مع بعض أزواج على إن هم متطلقين لا خلي بالكم اللي هيروح يطلق عشان ياخد المعاش فيطلق فيتلفظ بلفز الطلاق ويطلق بشكل رسمي هو طلق وعشان كده لكن ما اتطبقوش الكلام ده على حالتكم ولكن تفضلوا تعالوا على دار الإفتل إن كده ما ينفعش هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى أستاذ عزة تتفضل تفضل يا أستاذ عزة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته تفضلي والله عزة أسأل حضرتك سؤال الحجة ماما عندي شافت رؤية كده طيب المصدل على النبي زي اللي أنا وهي ماشيين إحني يعني مش وار بس عشان بس ما تستخرقيش في الرؤية حج عز نعم عشان ما تستخرقيش في الرؤية لا 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 بقولها لك زي ما هي قالت هالي طيب إسمعيني طيب بس أعدي بالك بس إحنا فلسفة البرنامج طيب طب هي معا حضرتك هتقوله لك أهو يا ست إسمعيني اتفضل طب اتفضل قول إسمعيني بس إحنا فلسفة البرنامج عندنا بس راتيجية البرنامج عندنا إن إحنا أي رؤية هتحكيها لي إما الرؤية دي هتطلع حاجة منها بيتبشرك أو حاجة منها بتحذرك بس لكن إحنا ما بنعودش نفسر رؤية في هذا البرنامج ليه أنا هقولها لك كده على طول يعني مش طب قولي بسرعة طب يلا أنا وهي ماشيين في طريق مشوار فواحد قابلها راجل كبير لابس أبيض فخبط على دهرها كده وقال لها أن لديتك التأشيرة انت طلع على السعودية طلع على العمرة طيب أقولك أنا بقى الحكاية الحكاية كلها أن والدتك مشتاقل السفر للسعودية إن شاء الله رب مشتاقل السفر إلى الحجاز وإن هي تعمر عمرة وإن شاء الله ربنا يكتب لها يكتب لها الخير إن شاء الله فتبشر إن شاء الله يكون دي بشرة لها إن شاء الله معنا مي طيب أسيب إحنا ليه بنقول كده لأن إحنا عندنا في البرنامج في جزء بنتكلم فيه عن الأحكام وعن الفتاوى وفي جزء بنتكلم فيه في أسئلتكم عن الإرشاد فبنقلق جدا جدا أن الناس تاخد أحكام شرعية أن هي يجب عليها أن هي في خلال الشهر ده تجتمع فلوس ولو تستلف عشان تروح تعمل عمرة بنخاف من المسألة إن الناس تاخد أحكام من الرؤى والأحلام لا مفيش أحكام بتتاخد من الرؤى والأحلام أحكام بتتاخد من مصادر التشريع السيدة أمم محمد تتفضل ألو ألو تفضل يا أمم محمد سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا حضرتك يا شيخ؟ نعم وفضل الحمد لله كل سنة حضرتك طيب وحضرتك طيب يا فاني طيب هو حضرتك هو إحنا أربع يعني أربع إخوات خمسة تلات بنات وولدين فكان فيه يعني شقة والدي هي مش يعني مش تمليك إيجار فيعني إحنا سبناها وخدنا في منها مبلغ مثلا خمسة أو عشرين ألف جنيه فأخوي الكبير قال إن كل واحد فينا ياخد خمس تلاف جنيه فاهم حضرتك؟ فاهم أه فقالينا الأخ اللي هو التاني الصغير معطرد فهل با كده حرام ولا إيه ليه هو كده سلوص أو أصلا أصلا الفلوس اللي انتوا خدتوها دي انتوا خدتوا الفلوس دي عشان تسيبوا المفتاح اللي عندكم اللي بتاع الشقة تمام اللي هما بيسموه خلو الرجل تمام آه فالفلوس اللي انتوا خدتوها دي مش مقابل شيء كان بيملكها والدكم لا لا ده كان حق موجود والحق ده كان بينتقل للفرع الوارث يعني اللي منكم كان قاعد مع والدكم سنة قبل وفاته أما وإني أما وإني أنتوا ما كانش حد فيكم قاعد معاه قبل وفاته وأما وإني انتوا اتفقتوا فيجوز الكلام ده وليس فيه حرم خلاص يبقى ده جائز وليس فيه حرم يبقى إيه اللي حاصل يبقى ده جائز وليس فيه إيه وليس فيه حرمة ويبقى ليه طيب لأن احنا مش هنقدر نتعامل مع ده لأنه ميراث ده كان حق في مسألة الإجارة والحق في مسألة الإجارة ده أصلا زال بوفاة والدكم فكانت مسألة الإجارة دي تنتقل لمن كان يحيا ويعيش مع والدكم سنة ولو سنة قبل وفاته أما وإني ده هات مش موجود يبقى الفلوس دي توزع عليكم بالاتفاق أستاذة ليلة تتفضل أستاذة ليلة من إسكندرية تتفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم أنا يساف من الجوزة بقى لي عشر سنين ونفسي يكون عندي أطفال أنا بس أعيز أدعاء لواجه الله حاضر ندعي وكل المشاهدين يأمنوا معنا وإن شاء الله ربنا يكتب لك إن شاء الله الخير والرزق فيه أقرب وقت إن شاء الله يا رب نسألك بحق هذه الأيام المباركات وبحق النفحات التي أنت فيها تعطي عطاء من لا يخشى الفاقة وتعطي بكرمك يا مولانا وتتجلى علينا في هذه الساعات والمباركات أعطيها يا ربنا ما سألت واجعل له يا ربنا ذرية الصالحة واجعلها يا ربنا في رضاك واجعلها في وئام واجعل هذا بابا من أبواب السعادة عليها اللهم أمين أم سلمة أم سامة تتفضل من الأليوبية أيوة تتفضل يا مسامة عليك مسامة من فضل حضرتك أنا خلعة درسي مبارح بعد الفطار يعني حوالي 11 ونص بالليل كده فجيت ساعة صلاة الفجر بتوضل الفجر فدرسي جاب دم فطبعا ما صلتش والحد ما قمت من نوم درسي بيجيب دم فهل دا يبدل في الصيام ولا أنا صيامي ماء تمام يعني صايمة والصلاة هل أصلي ينفع أصلي بالليل كله أه طبعا أنا أجاوب على حضرتك أنت سألتيني سألتين الدم لما ينزل ده وأنا توضيت ينفع أصلي بيه؟ أه ينفع تصلي بيه ينفع تصلي بيه بس أنت لازم تحط حاجة عشان ده المكان الدرسي ده يتلوس لازم تغطيه فأنت يجوز أن أنت تصلي لأن الصحابة صلوا في جراحاتهم يعني الصحابة صلوا في جروحهم اللي الجرحوا فيها فنعم الدم ده الدم ده ما يكونش إذا كان دم حد آخر ما ينفعش تصلي بيه لكن دمك أنت اللي جاي من الجرحك أنت يجوز أن أنت تصلي فيه يبقى أنت تحاول تحافظي على تحافظي على أن الدم ما يزيدش ده ويجوز أن أنت تصلي حتى لو الدم بينزل أدي أول حاجة السؤال الثاني وصيام حضرتك صحيح مدام حضرتك الدم ده وقت بتخرجيه من فمك يبقى إن شاء الله صيامك صحيح وليس فيه شيء فخروج الدم فخروج الدم لا يبطل الوضوء خروج دمك أنت لا يبطل الوضوء وكمان خروج الدم لا يبطل الصيام يعني خروج الدم لأن بعض الناس بيعتبروا أن الدم ده لو خرج بيبقى زي دم الحيد لا مش زي دم الحيد لا خالص لا خروج الدم لا يبطل الصيام وكذلك لا يبطل الوضوء فعليك أن أنت فقط تمنع الدم ده واتن ينزل وصلي إن شاء الله وصراتك تكون صحيحة يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن لبنة مركزية من لبنات من لبنات الأسرة وهي الحب الحب يا سئيدي لو سمحتوا مهتموا مع بعض وعودوا مع بعض وتكلموا مع بعض ومرسوا أنشطة مع بعض وكمان تحاوروا مع بعض ويا سلام لو ان كل واحد فيكم بيخصص للتاني وقت يسمعوا فيه ويحاوروا فيه ويحاول بقدر الإمكان يخفف عليه همه احنا في كتاب الأحيين مش محتاجين عشان نسبة لأحبابنا في كتير من الأحيين في البيوت ان احنا بنحبهم إلا ان احنا نسمعهم اسمعوا بعض وخاصة لو كنتم موقعين سيبوا الناس تتكلم لأن الناس عايزة تحس ان انتوا قريبين منهم لما تهتموا بيهم وتدلهم من وقتكم الحب زي ما قلنا أمان خليكم أمان للناس اللي بتحبوهم والحب كمان اهتمام ادلهم وقت والحب احترام كلموهم كلام حلو والحب تقدير امتنوا لبعض طول الوقت لو حصل ده الحب هيرجع عمر البيوت مرة تانية ويرجع بالزبط زي ما تكون فرشت البيوت خضار وخليت البيوت عمار لما تجعل البيوت متنورة بأنوار الغفار لما تعيش في حب تعيش في موادة تعيش في رحم يا رب كتر الحب في بيوتنا وجعلنا من أهل المحبة واكتبنا يا ربنا في حبنا في بيوتنا في ديوان المحبوبين عندك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نعلم أنك تحب الحب فاجعل بيوتنا قبلة للحب وقبلة للسعادة يا أكرم الأكرمين يا جميل يا رب العالمين